هاية الحلقة ثم بعدها نختل طيب أنا الرسالة اللي بوجهها أقولي يا شباب أنتم اليوم حققتوا شهرة جيد وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا و عليكم حلو الشهرة يا شباب هي نعمة ولا فتنة إذا هي نعمة علينا فنستغلها بما نستطيع مثلما أنتم مستغلين الآن شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يصر لكم الوقف وهذه تكتب ميزان حسناتكم جيد وكذلك ما تقدمونهم النصايح وكلمات ويعني أشعار ومواقف جميلة وهل سلامة الصدر كل هذه تحت بند النعمة إذا كانت فتنة فينتبه إنسان أعظم شيء في الفتنة يا شباب أعظم شيء تسهيل المعصية ترى هذه خطيرة جدا كيف تسهيل المعصية المعصية تكون متناول إيديك ما تبحث عنها لا هي تجيك أعطيك مثال في مثلا الله سبحانه وتعالى ابتلى بنه إسرائيل في إسرائيل في إيش؟ قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أردت كيف؟ إذ يعدون في السبت وإذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم ولا يثبتون لا تأتيهم أحسنت كان يوم السبت محرم عليهم الصيد حرام على اليهود الصيد فيها فالله سبحانه وتعالى ابتلىهم يصيدون إلى أحد إلى أثنين ما تيجي الحيتان يتعبون عشان يصيدون يحتاج مشقة يوم السبت الحيتان تيجي على الشاطئ وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني على الشاطئ أردت كيف؟ بحضرة فلان يعني بجنبه يعني على الشاطئ فتجي الحيتان شرعا ما يحتاج شبكة ولا سنارة بس أمسك مليانة يلا شيد فيبتليهم الله سبحانه وتعالى ويسووا؟ حطوا الشبك قبل حطوا الشبك يوم من الجمعة الشبك فإذا جاءت الحيتان مسكتها السبت وخذوها يا ملاحد تلعب على ربك يعني؟ لا الله يبتلى الصحابة مثل أهل ابتناء اللي يجيبها جائزة من الناصر كم تعطيه النقطة؟ أعطى لي تبيه ثلاثمئة إلى خمسمئة يلا خمسمئة خمسمئة تنقطة الله ابتلى الصحابة مثل هذا الابتلاء لكنهم نجحوا لم يرسبوا في الابتلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء الابتلاء؟ في حنين؟ أعطني أنا ما إذا يوم حنين إذا عجبتكم لا أعتقد السيام اللي قال في هود يا سلام عليك يا وليد سجاب الخطأ طيب خلأ أعطيكم الله سبحانه وتعالى ذكر الآية قال إيش؟ قال لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرمة ابتلاءهم الله سبحانه وتعالى إذا كانوا محرمين تجي الغزال وتشطفة أعجب تعرف ها تيجي مرة الغزال جنبك يعني تقدر تصيدها بأبسط شيء عارت كيف؟ هذا ابتلاء ولا ما ابتلاء؟ ابتلاء والله فتنة نشوف غزال قدامك تتركها صعبة يعني لكن إيمان الصحابة نجحوا ولم يرسبوا في هذا الاختبار بل أن صحابيا لم يكن محرما صاد صيد فقالهم تفضلوا قال لا مناكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أعنتوا؟ قال لا هل أشرتوا على الصيد؟ قال لا هل رديتوا عليه؟ قالوا لا قالوا ذا نكلوا لك الحلال لكن ما شاركوا في الصيد ولا أشاره ولا شيء فيكون عليهم الصيد يعني حلال حرام حلال عفوا أكل حلال طيب أحنا كلنا ممكن نتعرض لفتلاء ممكن أحد يقول لي كيف؟ نفس هذا كيف؟ نفس الموقف هذا لا أترك الحرام لا في حياتي يومية كلنا ممكن نتعرض لل لنافس الابتلاء وشلون؟ هاي فهد في وسائل التواصل الاجتماعي شمال تجيك في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن ممكن تبتلاء بنساء بأي شيء أردت كيف؟ ما يحتاج أنك تروح حيانا هي تأتيك تأتي لحد هذا ابتلاء تذكر ها؟ ويوم يسبتون ايش؟ ويوم يسبتون تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم لا لا ويوم ايه إذ تأتيهم حيتان هم يوم يسبتون يوم سبتهم يوم سبتهم شرعها أردت كيف؟ تذكر هذا الشيء تذكر أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بهذا الشيء تسهين المعصية فإن كنت من المؤمنين الصادقين لن يعني بإذن الله يعني تقترف هذه المعصية وإن وقعت وفشلت في الاختبار فالله يستر فلذلك يا شباب نحرص الحقيقة أننا نستغل الشهرة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير لا يرفع قدرك والله يعني سعدنا معكم ما شاء الله طيلة الثلاثة شهور وكان ودنا حقيقة نبو عبد العزيز يختم معكم اليوم يجي الحقيقة نكون حاضر لكن قدر الله لا ترككم يعذر والجمهور كذلك يعذر وندعو له بالشفاء العاجل بإذن الله يا رب يا رب يا كريم أعطيك العاجل ومعبد الله من بتاع تنانت الشيخ سليمان جبلان في الأسابيع الماضية كتب الله أجركم وكث الله خيركم وزادكم الله من واسع فضله أعطيك العاجل ومعبد الله